مضى أكثر من شهرين على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة ولا تزال يداه خليتال وفاض فلا هو أكمل تشكيلة الحكومة ولا هو استقال كما لوح أما أحاديث حكومات الكفاءات والتكنقراط ذهبت أدراج المحصصة كما هو الحال مع باقي الوعود الحكومية للمرة الرابعة يؤجل البرلمان التصويت على الوزارات الشاغرة لكن هذه المرة إلى أجل غير معلوم احتدام صراع شركاء العملية السياسية وعجزهم عن تجوز الخلافات حال دون الوصول إلى تسوية في وقت يشتد فيه الصراع على حقيبة الداخلية ثم الدفاع وبواتيرة أقل على وزارات العدل والهجرة والتربية وتزدحم الحلبة بالمتصارعين وعلى رأسهم فالح الفياض على وزارة الداخلية مدعوما بتحالف الفتح ورئيس الحكومة نفسه حتى وصل الأمر بأحد النواب للقول إن قوى خفية وراء الإصرار على تولي الفياض للمنصب بيد أن العارف بأحوال العراق يعلم أن اليد الإيرانية فيه لم تكن يوما خفية مصادر سياسية قالت إن مساعي إكمال الحكومة وصلت إلى طريق مزدود نتيجة تمسك كل الأطراف بمرشحيها مؤكدة أن البرلمان سيستمر بعمله التقليدي من دون الإشارة إلى التشكيلة الحكومية النائب عن اتلاف دولة القانون منصور البعيجي قال إن بعض الكتل تريد لي أذرع الحكومة بفرض الوزير المحسوب عليها لافتاً إلى أن تلك الكتل تتدخل باختيار الوزراء رغم حديثها إعلامياً عن إعطاء الحرية لعبد المهدي في اختيار تشكيلته الحكومية من جهته استبعد النائب محمد الخالد إكمال ملف تشكيل الحكومة خلال العام الحالي مع تصاعد صراع الأحزاب وغياب أي بوادر للاتفاق بين الكتل السياسية وبوادر الاتفاق تلك لا تظهر إلا بتدخل خارجي يرأب صدع الشركاء أو بتقاسم مرضي للكعكة السياسية بينهم فيما يبقى العراق هناك مرهوناً بعقلية سياسية متأزمة أو بندقية ميليشيات متنفذة ترجمة نانسي قنقر